السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طريقة إنشاء حساب على نظام التبليغ الإلكتروني الجديد للأجانب في تركيا بفيديو اليوم رح نشرح طريقة إنشاء حساب على نظام التبليغ الإلكتروني الجديد للأجانب في تركيا وكيفية الحصول على الشفرة من الإيدولات بدون الذهاب إلى الباتاتي بل ما نطول بالمقدمة كتير خلونا نروح على الشرح فورا إذن أصدقائي هاد هو حسابي في نظام التبليغات الإلكترونية إذا تم إرسال أي تبليغ من إدارة الهجرة أو العدلية أو من الضرائب إلى آخره رح يبين معي هون ضمن الحساب يعني رح أستلم جميع التبليغات من خلال هالحساب طيب كيف ننشأ حساب على نظام التبليغ الإلكتروني هاد؟ بداية رح نتوجه على الإيدولات ورح نسجل دخول بحسابنا بعدين رح نروح على خانة البحث ونكتب OETS رح تظهر عدة نتائج رح نختار أول نتيجة بتاتي OETS رح تفتح معنا هالصفحة رح نضغط على خيار الذهاب إلى التطبيق بعدين رح يطلب مننا تأكيد الدخول رح نضغط على أونيلة للتأكيد رح تفتح معنا صفحة نظام التبليغات الإلكتروني مشان نعمل حساب جديد على هالنظام رح نضغط على هالخيار إنشاء حساب جديد أو حساب جديد رح تفتح معنا هالصفحة فيها جميع معلوماتنا المقيدة بالنفوس رح ننزل لتحت ونضغط على دوامت هون مطلوب مننا اختيار عنوان للطلب افتح هالخيارات وشوف اختار يلي يناسبك أو اختار مثلي ديير أو أخرى بعدين هون مطلوب كتابة رقم هاتف أرضي طبعا هالطلب اختياري رح نخليه فاضي وننتقل على الطلب التاني وهو إضافة رقم الموبايل وطبعا هالطلب إجباري إذا شفت نجمة حمراء جنب أي طلب معناها إجباري المهم رح نضيف رقم الموبايل على الفراغ التاني بعدين رح نضغط على تحقق رح يبعتولنا كود برسالة نصية على الرقم يلي ضفناه رح نكتب الكود بها الفراغ وبعدين رح نضغط على تحقق بمجرد تغير اللون إلى الأخضر معناها تم التحقق من الرقم رح نروح على القسم التاني كمان أول فراغ اختياري والتاني إجباري رح نروح على الفراغ التاني مطلوب كتابة بريد إلكتروني هون نضيف إيميل لجيميل تبعك طبعا لازم يكون إيميل شغال كمان رح نضغط على تحقق وبنفس الطريقة رح يبعتولنا كود تحقق على الإيميل رح نكتب الكود بهالفراغ ونضغط على تحقق وهيك تم التحقق من الرقم والإيميل بعدين رح ننزل لتحت شوي وهون مطلوب إضافة عنوانك رح نضيف العنوان على الشكل التالي بداية رح تختار الدولة بعدين تختار الولاية أو المحافظة بعدين تختار المنطقة وهون بالفراغ الكبير رح تكتب عنوانك بالتفصيل حسب المحلة أو الحارة والشارع ورقم الباب بعدين رح نجي على قسم الشفرة وهون رح تعين وتحدد شفرة للحساب أول فراغ اكتب الشفرة وحاول تكون الشفرة خليط بين حروف وأرقام وشي ما تنساه والفراغ الثاني عيد كتابة الشفرة للتأكيد بعدين رح ننزل ورح نحدد هالخيار الأول كمان رح ننزل شوي ونكتب هالكود بها الفراغ وآخر شي رح نضغط على باشفور رح تفتح معنا صفحة فيها جميع معلوماتنا رح نراجع المعلومات إذا كلها صحيحة رح ننزل نضغط على أنا موافق أو أنا أؤكد وهيك مثل ما انتم شايفين تم إنشاء حساب على نظام التبليغات الإلكتروني إذا بدك تفوت على حسابك اضغط على تسجيل الدخول على الحساب بعدين اكتب رقم للكملك بالفراغ الأول والشفرة اللي عملناها هلا بالفراغ الثاني ورح نضغط على جريش رح يبعتوننا كود تأكيد على رقم الموبايل والإيميل رح نكتب الكود بهالفراغ ونضغط على دوام وهيك فتنا على الحساب وهون أي تبليغات تجيك رح تشوفها من خلال هالحساب هات كان كل شي بخصوص فيديو اليوم بتمنى يكون الشرح واضح واستفدتوا منه وياريت ما تنسوني من الدعم عن طريق الاشتراك بالقناة إذا ما كنتمشترك وتفعيل زر الجرس مشان يوصلك كل شي جديد على القناة ووصلوا هالفيديو إلى أكبر عدد من اللايكات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته